السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية رح نكون معكم في محاضرة جديدة عن مهارات استخدام العصى للكفيف في نهاية هذه المحاضرة يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يمسك العصى البيضاء بطريقة صحيحة كذلك يستطيع تخزين العصى البيضاء بشكل صحيح يستطيع السير باستخدام العصى البيضاء بطريقة السير المحيطي كذلك يستطيع السير باستخدام العصى البيضاء بطريقة النقطتين نتكلم عن مهارات العصى البيضاء وهي عديدة نتكلم عن المهارة الأساسية وهي مسكة العصى السير باستخدام العصى بطريقتين السير بمحاذات الجدار بطريقتين السير مع القائد المبصر مع العصى كذلك تغيير اتجاه مع القائد المبصر مع العصى وأيضا مهارة تمرير العصى إلى الأمام مهارة استخدام العصى عند فتح الباب مهارة استخدام العصى في صعود ونزول الدرج أو السلة كذلك الثلاث مقاط أو ثري بوينت تتش وأيضا مهارة عبور الشارع مباشرة إلى المهارة الأولى وهي مسكة العصى مسكة العصى هي المهارة الأساسية التي تبنى عليها جميع مهارات استخدام العصى البيضاء فيجب أن تكون يد الشخص الكفيف ممتودة في منتصف الجسم بفرضنا هذا مثلا جسم الإنسان فاليد تكون في منتصف الجسم وفقط يتحرك رصع اليد كذلك التركيز عند المسكة في استخدام الإبهام السبابة عند مسكة للعصى كما في وضعية المصافحة يحرك كف اليد شمالا ويمينا بمقدار حماية الجسم في هذا المحيط كذلك يستطيع تحريك العصى جهة اليمين أو اليسار بملامسة الأرض وهي أحد الطرق وعدم رفعها عن الأرض أو باستخدام الطريقة الثانية النقطتين أو التوبوينت تتش بهذا الشكل ولكن يجب أن لا ترتفع العصى عن 2 سانتي أو عن 2 إنش عند تعب الشخص من المترحال استخدام العصى الشخص الكفيف يتنقل فيها ويستخدمها تقريبا على طول اليوم فصعب أن يستخدم يد واحدة في كل هذه المسافات ولذلك عندما يتعب يستطيع أن يستخدم اليد الأخرى بنفس التكنيك وتستطيع متابعة هذه المهارة من قبل مشاهدة الفيديو السير باستخدام العصى البيضاء طبعا يتم السير بالعصى في المنطقة المفتوحة بأحد الطريقتين أيضا الطريقة الأولى هي طريق ملامسة الأرض وعدم رفع العصى إذا فرضنا أن هذا جسم الإنسان وجسم الشخص الكفيف ستكون هذه المسافة هي مسافة حيز تحرك العصى التي تحمي محيط الإنسان فتكون ملامسة العصى بهذا الشكل أو الطريقة الثانية وهي استخدام النقطتين وسبق الحديث عنها حيث أن العصى لا ترتفع عن الأرض من قدار 2 إنش أو 2 سانتي كذلك تكون خطوة الشخص عكس العصى فلو فرضنا أن الشخص تكون خطوة في هذا الاتجاه تكون العصى بهذا الشكل إذا كانت الخطوة الثانية في هذا الاتجاه تكون النقطة في هذا الشكل ويستمر على هذا المنوال ويصير بهذه الطريقة كذلك في كل الطريقتين يجب تحريك العصى إلى اليمين وإلى اليسار ما تكون العصى فقط في منتصف الجسم بنفس التطبيق الأول وبمقدار حماية الجسم كذلك طريقة ملامسة الأرض تكون مناسبة في الأماكن غير المعروفة تجنبا للخطر كالحفر أو الحجارة فهنا يجب البعد عن استقدام النقطتين لأنها قد تسبب حوادث كذلك عند السير بجوار الرصير بجوار كذلك عند السير بجوار الرصيف يفترض أن تكون العصى ملامسة للرصيف على طول قط السير مع القاعد المبصر مع العصى متى نستخدم هذه المهارة؟ نستخدم هذه المهارة عندما يكون هناك زحام في المنطقة التي يصير فيها الشخص الكفيف خطواتها طبعا رح يكون سير الشخص بداية باستخدام العصى بحد الطريقة إما ملامسة الأرض أو إما النقطتين أو التوب وينتتش وعند اقتراب من منطقة الزحام يحتاج إلى مساعدة القاعد المبصر فيتم بطريقة تالية أن يضع العصى بشكل مستقيم بمحاذاة الجسم ويضم العصى تجاه الكتف ويستخدم اليد الأخرى مع القاعد المبصر بنفس المهارة وبنفس القطوات والتكنيكة التي تحدثنا عنه في مهارة القاعد المبصر كذلك في حالة تغيير الاتجاه وهي مهارة أخرى أثناء السير تمرر العصى خلف ظهر القاعد المبصر بنفس طريقة تغيير الاتجاه السابق التي تحدثنا عنها في مهارات القاعد المبصر حتى يتمكن الشخص الكفيف من إيجاد اليد الأخرى وترجع العصى للوضع الطبيعي بمحاذاة الكتف عند الانتهاء من المنطقة التي يكون فيها زحام يستطيع أن يرجع الكفيف إلى استخدام المهارة الأساسية وهي استخدامها للعصى مهارة السير بمحاذاة الجدار تتم بطريقتين الطريقة الأولى هي إيجاد الجدار والسير بمحاذاته باستخدام التوبوينت تتش أو النقطتين لحتى تكون النقطة الأورى لخارج الجدار لمقدار حماية الجسم والنقطة الأورى هي تحريك العصى لملامسة الجدار فلو فرضنا أن هذا هو الجدار وهذا هو الشخص الكفيف فيجب عليه أن تكون النقطة الأورى خارج الجدار والنقطة الثانية تكون في أسفل الجدار بهذا الشكل كذلك الطريقة الثانية وهي مد اليد إلى الأمام ووضع العصى بشكل مائل وتكون اليد مندودة أمام الشخص ورأس العصى في أسفل الجدار والسير بشكل طبيعي فلو فرضنا أن هذا هو الجدار وهذا هو الشخص العصى يجب أن تكون مائل أمام الشخص الكفيف في أسفل الجدار بشكل دائم يستطيع أن يستخدم يده الأخرى للحماية العلوية وقد سبق الحديث عن هذه المهارة في المهارات الأساسية وعلى أن نلتقي في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته